قال أنبان أبو عاصم عن سليمان عن عمار الزهري عن مسلم عمار الزهري اسمه عمار الدهني يقرؤها عمار الزهري لا حول ولا قوة إلا بالله هيك يا شيخ عبد القادر هيك هيك تراها إيش 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 دهني الزهري الزهبي إيش هي ويتطاولوا على أئمة أهل الحديث يتطاولوا على عبد الله بن أحمد يتطاولوا على المخاري ويزعم أن الأشاعر عندهم الأسانيد أنت ما تعرف تقرأ إسنان أنت عندك أسانيد يعني يعني الأشاعر ما عندهم أسانيد يعني يعني يلا يا هذا محط الرحال هون وين الأسانيد اللي عندك أنت كل هذا عم تروح بتقوله لك تجي وابن الجاي وابن الرايح أنت أسانيدك وين بدك تجيب لي أسانيد تكون كلها مسلسلي بالحشوي كلها ما في ولا واحد لا أشعري ولا حتى محمد لي مخوط عندك هيك شيء سند للبخاري هذا العبد الله بن أحمد هذا اللي عم تحكي عنه أنت ما هذا ما هذا ما اسمه الكلام تبعا لا التلة أراها الدهني طيب إيش رأيك جيب لك ياها الذهبي أنا لاي الدهني ولا الزهري يعني الدهني والزهري قريبين من بعض لأنه أصلا الدهني والزهري يعني بعصور متقاربي لكن الزهبي ما إبلي جيب لك ياها الذهبي لاحظوا أخواني الكرام هذا كتاب هذا كتاب التوحيد لو أخوزيما رحمه الله لاحظوا هذا هون هذا المحقق هذا إيش عبد العزيز الشهوان لاحظ هذا عمار الدهني لاحظ اللي وارد في حديث أو في أثر من عباس رضي الله عنه كرسي موضع القدمين لاحظ ما يقول لك هون خمسي الحاش رقم خمسي ايش بيقول لك هون ننظر تحت خمسي ايش بيقول لك هون في جميع النسخ الذهبي وهو خطأ والصحيح ما أثبته لما تقدم النسخ توحيد أبو خزيمة مكتوب عن عمار الذهبي عن مسلم البطين عن سعيد أبو جبير ايش رأيك فيها هاي هذا صحيح بخزيمة كل النسخ والمخطوطات هم بيقول لك موجودة عمار الذهبي مش الزهري الزهري والله كان قريب يعني يعني هو الزهري وال يعني بنفس العصر تقريبا أو بينتهم يعني ممكن في بينتهم طبقة وكذا ايش رأيك فيها طيب زيدك من الشعر بيت بس الآن نسمع كلامك ما تعرف عمار الدهني تقرؤها زهري إسناد ما تعرف كيف تقرؤه وتأتي وتتطول على أهل الحديث وتأتي وتزعم أن عندكم أشاني لا يستطيع قراءة إسناد واحد للبيهقي ويقول سأقرأ الإسناد كما ذكره البيهقي البيهقي لم يخف طيب ايش رأيك هذا منو عرفان ايش رأيك الذهبي ما بيعرف انه الدهني هذا انه الدهني هذا مش من رجال الصحيحين كما زعم الحاكم ذهبي ذهبي وهذا المحقق كذلك لاحظ هذا الدهني ايش بيقول لك هون بيقول لك هون هذا الأثر أثر هذا بيقول لك رقم سبعة بيقول لك رقم سبعة هذا على ذكر الزهبي هون الزهبي هون بيوافق الحاكم لأن الحاكم بعد ما أخرجه انه ايش قال صحيح على شروط الشيخين او على شروط الشيخين ولم يخرجه ووافقه الذهبي بينما بينما هذا الدهني هذا ليس من رجال البخاري حتى مسلم أخرج له يعني بالمتابعات أو كذا وهذا أنا أريك إياها لاحظوا أخوان كرام هذا يعني سلسلة مقالات لي حول الكرسي هذا أثر الكرسي مضع القدمين نشرت بعضها على الفيسبوك ويعني بعدين عملت كتاب يعني سينشر لاحقا لاحظوا هو قالوا أنه هذا الصحيح وأخرجه الحاكم بالمناسبة هؤلاء جماعة الكلوب هاوس كلوب هاوس وتيك توك وكذا اللي ناقشتهم هذا إيش اسمه الشيخ إيش اسمه هذا كان المهم ناقشوني في هذه قضية الكرسي موضع القدمين كمانا بيقولوا الذهبي أخي الحاكم أخرجه وصحه على شرط الشيخين وأخرجه ووافقه الذهبي وطبعا رفعت أن هذه المناظرة موجودة على 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 قناتي لحظة أوليكم إياها الله بن أبي شلبك العطش اسمعه ودعي الله وعبد الله نحفد وابن أبي حاد وإنسان يرجع هذول يعملون مثل الشيعة يقول لك أثر في فضل علي بيقول لك بيجيب لك خمسين واحد أنه أنه أخرجوا وإذا وعد خمسين أخرجوا وإذا كان ضعيف إن شاء الله بيخرجوا ثلاث مليارات واحد في واحد السنة الضعيف ايش سفدنا المهم هلا هذا بيكتر حكي واني لسه بيارده واني لسه بيارده عودوا إلى حودوا لحظة حودوا لحظة سمعه نعم واني لسه بيارده هل من تحديده تحديده سمعك أنه هذا المناظرة جرت حول هذا الكرسي موضع موضع القدمين لاحظتم لاحظوا هذا هو الآثار هنا الكرسي موضع القدمين بيرجعوا بإيش بيرجعوا بي فالمهم هؤلاء إيش بيقولوا أنه لحظ هذه اسم المناظرة مناظرة وليد مصرح مع الواليد مع الوحبية النواف هذا الشيخ نواف وسامي والعابس الأخير وغيرهم الكثير على تطبيق الهواتف الزكية كلوب هاوس فالمهم هدول إيش هالجامعة هدول بيقولوا أنه هذا الحديث أو هذا الأسر الموقف صحيح إيش أنه صحح هو الحاكم وقال أنه على شرط الشهيخين وفقه الذهبي أنا العبد الضعيف أنا لانمختص بالحديث ولا هم يعزنون مثل لا هذا فيه نظر هذا فيه نظر إذا عمار الدهني لم يخرج له البخاري وإنما هو من رجال مسلم كما أشار إليه المزي في تازي بالكمال والألباني قد قرر الألباني بذلك حيث أن الحاكم حيث ذكر أن الحاكم قال بعد أن أخرج أثرا آخر غير هذا الأثر عن عمار ابن معاوية الدهني لاحظ صحيح هنا شرط الشهيخين وفقه الذهبي إيش قال الألباني تعقيبا على ذلك قلت هذا كلام الألباني عمار لم يخرج له البخاري انظر سلسل الحاديث الصحيحة عمار لم يخرج له البخاري لاحظوا هذا عن عمار ابن معاوية الدهني عن سالم لاحظ هذا أثر آخر أنه لاحظ إيش بيقول هون صحيح على شرط الشيخين بيقول الألباني قلت عمار لم يخرج له البخاري والإسناد منقطع لاحظتم إذن أنا قلت عمار الدهني ليس من رجال البخاري إنما هو من رجال مسلم ولكن ليس له في صحيح مسلم هو وابنه معاوية لاحظوا اسمه معاوية واسم عمار ابن معاوية واسم ابن معاوية فصار اسمه معاوية ابن عمار ابن معاوية معاوية يعني أبوه عمار وجده معاوية فمعاوية ابن عمار هو وابنه معاوية ابن عمار إلا حديث واحد في الحج تابعا بعضهما بعضا أو تابعا بعضهما بعضا طيب قال 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 ابن من جويه في رجال مسلم عمار ابن معاوية الدهني البجلي روا عن أبي الزبير في الحج روا عنه شريك لاحظ وقال في ابنه معاوية ابن عمار لاحظ ابن أبي معاوية الدهني هو اسمه إيش اسمه عمار هو اسمه عمار مهم عمار ابن معاوية الدهني أو عمار ابن أبي معاوية الدهني لاحظ أيضا بيقلك أيضا روا عن أبي زبير في الحج يعني كلاهما لهم حديث واحد في الحج يعني تابعا بعضهم البعض فالحديث المشار إليه وما سنداوه إلى آخر الكلام فإذا هذا الذهبي والحاكم لا يعلمان أنه هذا الدهني ليس من رجال البخاري اللي هو المفروض البخاري كتاب مشهور ورجاله مشهورة طبعا أنت الآن ستعتذر عنه ستعتذر للحاكم وستعتذر للذهبي طبعا وأنا أعتذر أيضا لهما ولا نتتبع السقطات لكن كما اعتذرت هناك هنا من باب أولى لأنه شيخ أبقاثم لك أنا أصلا لست من أهل الحديث أنا ليس اختصاصي هذا اختصاص وتفسير أعرفت تقول لي طيب بس هم ما أخطأوا باسمه كذا هلأ راح أجلب لك أسماء أسماء شيوخ كبار معدسين شعبة وما أدراك وأمثاله يخطئون ليس بالدهني لا يخطئون بأسماء شيوخهم بأسماء شيوخهم ويا الله تعالى شوفك وهلأ دع عنك كتابة منها أين هو هذا الجسم لاحظ أول شيء سأجلب لك بشهادة شهادة واحد مألف كتاب اسمه أوهام الألباني أوهام أوهام الألباني من هذا اللي كتبوا؟ هذا كتب واحد اسمه أسعد سالم تييم أسعد سالم تييم هذا عليه في أرشيف ملتقى الحديث أو في ملتقى الحديث لاحظ بيذكروا عنه يعني مدح له كذا بيقول أنه صدر منذ أيام قليلة فضل الصلاة عن النبي الإمام سحاق الأزدي بيتحفظه الأستاذ المفضال أسعد سالم تييم لحظ وتعقب فيه الشيخ الألباني تعقب هو يعني الشيخ الألباني في مواضع كثيرة إذ كان الشيخ قد اشتغل بهذا الكتاب قديماً كان الأستاذ أسعد قد نشر رسالة لطيفة قبل سنوات تتبع فيها أوهام الألباني مين؟ أوهام الألباني اللي هو يلطيف ويقوله هذا ما قبله لا قبله لا بعده ممكن لاحظتم وقال دحيت الأستاذ النقاد حقاً أسعد سالم تييم من نعادل التحقيق والتثبت لو أشهدوا أنهم من نوادر التأليف التي نفاخر بها في هذا العصر اللي هو إيش؟ تأليف وكتاب هذا الكتاب اللي راح أنا فرجيكم عليه هذا الكتاب أوهام الألباني أو هذا اللي عم نشتغل فيه وفعلاً هذا الرجل فعلاً يعني جزاك الله خيراً يا ابن شمس شوف أنا عبد إيدا شوف دليتني على هذا الكتاب فعلاً هذا التخريج هذا أحد كتبه طبعاً في كتاب له ثاني اللي راح نجيب لك أنا أوهام بقى الحفاظ منه الحفاظ الكبار منه اللي هو هذا اللي هو هذا اللي هو كتاب اسمه علم طبقات المحدثين أهميته وفوائده وهنا في الواقع بيذكروا هذا بيذكروا أنه له هذا الكتاب ألاحظ أظن هنا بيكتبوه بيذكروا هنا اللحظة شوي أشوف لك يا ذكروا ولا لا أيوا هون لحظ ولو لم يكن هذا بعد ما يقول لك وقد عاهدت الأستاذ هذا أسعد سالم تيم هذا معادي التحقيق والتثبت أنه ولو لم يكن له كتابه إلا كتابه الفز لو لم يكن له إلا كتابه الفز علم طبقات المحدثين لكفاه شرفا وفخرا لما قرأت هذا الكلام قلت وين وهذا بقى علم طبقات المحدثين نشوف أشو فيها ليكوا هون بقى بيذكر لك الأوهام التي يقع فيها من جهل بعض مسائل علم الطبقات طبقات محدثين لاحظهم يجيب لك الخلط أنه لاحظ بيقول لك هذا أصلا وقوع وقوع الخطأ للحفاظ المتقدمين في بعض مسائله محتمل الحفاظة لاحظ مثل ما يخطئ المحدث العارف في بعض المسائل علم تاريخ المحدثين فأما المنتسبون الحديث من أهل عصرنا فأكثرهم يجهلون العلم أصلا ويروح بيجيب لك الخلط أنه الأوهام هذه أنواع أنه الخلط بين الرواة المتفقهة الخلط بين الرواة المتفقة أسماؤهم أو أنسابهم ويروح بيجيب لك أهون بقى أوهام بقى للمعلمي والخلط في النقول لاحظ النوع الثاني الخلط في النقول والأخبار بيجيب لك أوهام لمسلم لاحظ سنأتي عليها ويقول لك هذا تخليط عجيب لاحظ لمسلم لمسلم أنت المسلم محجاج صاحب الصحيح لاحظ ويروح أه روح شوفاته يزعم مسلم أنه صاحب الصحيح ويروح أهلا أهلا أجيب لك كلامك أنت إيش بتقول في هذه المواقف ويروح بيجيب لك هنا طبعا هنا أوهام أخرى أوهام حتى للبخاري ويقول لك عذره في ذلك كذا وكذا ومن الأوهام أيضا أو من الأنواع الأوهام الخلط في أصحاب الراوي والتخليط في تاريخ ولادة الراوي هذا بيجيب لك الأوهام التي وقعت للكبار هلا بيجيب لك الأوهام التي وقعت للشيوخ للمحدثين أو للحفاظ في أسماء شيوخه لأنه هنا لاحظ بيجيب لك هنا هذا بيان أوهام الألباني هنا بيجيب لك هنا في ملحق بالأخير في ذكر طائفة من المحدثين أخطأوا في أسماء شيوخه أخطأوا في أسماء إيش؟ أسماء شيوخه ويقول لك فممن أخطأ في إسم شيخه من الثقات عكرمة بن عمار اليمامي قال البخاري أنه هذا عكرمة حدثنا عكرمة قال حدثنا سعيد بن أبي راشد ثم حدثني بعده فقال حدثني عبد الله بن راشد هنا سمناه سعيد بن أبي راشد لا بعدين قال عبد الله بن راشد وإن لك هون هذا أسعد قد أخطأ عكرمة ابن عمر في إسم شيخه ثم تنبى لخطأي فصحاها بنفسي طيب شعبة ابن الحجاج مين هو شعبة؟ أريك من هو شعبة؟ وطبعا بيقول لك شعبة مشهور بالغلط في أسماء الرجال فكان يغلط في اسم شيخه فمن فوقه قال الإمام أحمد كان غلط شعبة في أسماء الرجال مين هو شعبة يا ترى؟ هذا شعبة إيش شغلته هذا؟ هذا هو مختص في العلم الحديث أريك الترجمة فقط لاحظوا أخوان كرام هذا شعبة أنا أريكم ترجمته بس أريكم كيف تبحثوا عنه هنا في هذا البرنامج جوامع الكلمة ابن الحجاج شعبة ابن الحجاج لاحظ شعبة الحجاج ابن الورد العدالة نضغط هون العدالة بيجيك الأقوال في تعديله وما قلة فيه من ثناء لاحظ أجمع العلماء على عدالة شعبة لاحظ إذا ربت الحديث فلسهم شعبة إمام الحاقي يقول إمام الأئمة في معرفة الحديث إمام المتقين سوفيان سوري أمير المؤمنة في الحديث أمير المؤمنة في الحديث لاحظ لاحظ الزهب يقول أمير المؤمنة في الحديث ثبت حجة يخطئ في الأسماء قليلا يعني لاحظ هذا الخطأ ما أحد الكبار الحفاظ أمير المؤمنة في الحديث ويخطئ في الأسماء طيب هاد الشيخ عبد القادر اللي أبي يقول لك أصلا أنا ماني مختص في الحديث أنا شغلت تفسير أنا شغلت عصول الفقر أبي يقول لك هذا أمير المؤمنين في الحديث شغلته هاي شغلته ومع ذلك يخطئ في أسماء شيوخه حلا سأعطيك أمثلة ولاحظ كل كل اللحظ لا لا أيوب يقول عنه أيوب نبي تميمة فارس الحديث خذوا عنه لاحظ ثقة حافظ متقن لاحظ لو لم يكن في زماني مثله إلى آخر لاحظ كله من سادات أهل زماني حفظا وإتقان وورعا وفضلا وإلى آخر طيب تعال إذن لنشوف وين خطأ هذا لاحظ إيش بيقول لك أحمد بيقول لك أنه كان قال الإمام أحمد كان غلط الشعب في أسماء الرجال لاحظ وقد أشار الإمام البغاري في تاريخية كثير من أوهام شعبة مثلا شعبة يقول عن خالد بن علقم الهمداني بينما لا هو مالك بن عرفطة لاحظ فغلط في اسمه لاحظ في اسم شيخه بدل ما يقول مالك بن عرفطة قال خالد بن علقم لاحظ وخالفه بأقرانه لاحظ والعجب من شعبة أنه لم يكتفي بأنواهما بل أمر أبا عوانة أن يحدث به ذلك وأنه فعلا أبا عوانة كان يطيعه ثم عاد فحدث به على الصواب يعني صار يقول أنه هذا اسمه مالك بن عرفطة واسم الراوي مهم لأنه إذا من نبحث باسم الراوي من نروح نطلع على مالك بن عرفطة أو خالد بن علقم لا يصير بدي يكون الاسم صحيح حتى نطلع عليه حتى نشوف إيش قاله في لاحظتم بجوز هذا يكون واحد تاني هذا ضعيف وهذا ثقة يعني شعبة أيضا يروي عن عبد الله بن يزيد لاحظ خطأه الحفاظ في اسم شيخه قال هو سلم بن عبد الرحمن النخعي لاحظ لاحظ إذا عبد الله بن يزيد هذا لا يعرف بالكوفة وقد دلل البخاري على خطأ شعبة لاحظ يعني شعبة بدل ما يقول بدل ما يقول عن سلم بن عبد الرحمن قال عن عبد الله بن يزيد شوف ما غلط والله بتشكيلي الزهري الدهني لا غير اسمه اسم أبو اسم لاحظ عبد الله بن يزيد لا سلم بن عبد الرحمن والبخاري يقول لا مش ابن الشمس يخطئ الشخص عبد الرحمن البخاري يخطئ شعبة لا عولة ولا قوة إلا بالله يا أخي أعرف قدرك أنت أعرف قدرك يا أخي لاحظ وبروح يجيب لك وسأل الإمام سفيان سفيان الثوري بيقول لك إيش السفيان الثوري حدث عن سفيان الثوري عبي حدث عن عن أخطاء سفيان الثوري اللي قلت عنه في الحلقة السابقة سفيان إمام وأبو أحمد أحمد إمام والأبو إسحاق السفيع إمام كلهم عيمة طبعا لحظ أنه روى حديث عن عبيد بن نصطاص واهمة فيه لحظ بيقول لك واهمة فيه الثوري إنما هو عثيم بن نصطاص مش عبيد عثيم الزهري والدوني الزهري والدوني أريبي حرفوه للذهبي هذه خلص خلص أغير الاسم كله عبيد من عثيم هو أصلا إن واسم عثيم سوى عبيد هشيم بن بشير هذا هشيم بن بشير كمان هذا شيخ أحمد لاحظ هشيم بن بشير إيش كمان هذا بيقولوا عنه لاحظوا هذا هشيم بن بشير وهذه العدالة تبعوا كان حفاظ الحديث عربعة كان هشيم شيخ هو لاحظ أحفظ لحظ أحفظ من جرير مثلا إيش قالوا عنه الثقة لا يسأل عن هشيم لاحظ حافظ متقن لازمته لاحظ واسطيون ثقة أحد الأئمة مشروع متلديس طيب لاحظ المهم يعني لاحظ مفسر من ثقات المحدثين لاحظ كم فيه لاحظ ما رأيت أحفظ من هشيم إلا سفيان السوري كان حفظ الحديث هذا من أهل الاختصاص ومع ذلك أنه رواه شيم عن أبي شيبة يحيى ابن عبد الرحمن هو اسم الحقيقة يحيى ابن عبد الرحمن قال فسماه عبد الرحمن ابن يحيى ألا بالاسم بدل ما يقول عبد الرحمن ابن يحيى قال يحيى ابن عبد الله ثم تنبه لخطأي فيما بعد فعدس بيه على الصواق تحدث هذه سفياء هذه إذا بدك تأخذ واحد تأخذه على فنه مش تأخذه مش بروح أنا بأخذ دكتور لأنه مثلا طبخ طبخة ما نجحت معه لا بأخذ دكتور طبيب إذا عمل عملية ما نجحت معه مع أنه هذا أصلا وارد لكن أنه التجديد بيكون عليه أكثر ما والله أنا أنتقده على طبخة أو أنتقده والله عمر غرفي أو دهان غرفي أو كل واحد له فن تقده بفنه لذلك جاءت المعجزات على نفس الشيء الذي القوم النبي كانوا يحسنونه مثلا العرب كانت تحسن البلاغة في زمان عيسى كانت العرب تحسن البلاغة فجاء القرآن تحدهم بهذا بهذا القرآن البليق أن يأتوا بمثله أو بسورة أو بأقصر سورة من مثله بعد زمان عيسى عليه السلام كان الطب مشتهر فجاء عيسى بمعجزات بالطب كان يبرئ الأقمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله طبعا في زمان موسى كانت المعجزات كان السحر منتشر وكذا وإلى آخره فالنبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام فبارزهم في هذه وجاءهم بقلب العصاحية وإلى آخر ما هناك فهم لذلك الشيخ سعيد قال لك فيه سنعلق عليها إخواني هذه قضية أنه هذا الشيخ هذا ابن شمس تصل بدكتور سعيد ونشر المكالمة مبتورة طبعا المكالمة حوالي ثلاثة أربعة ساعة عرض منها بس ربع ساعة وحتى ربع ساعة هذه فتحته قدام قدام أتباعه لذلك قال رجع مرة تانية قصقصة ونشر في موضع تاني وكذا هذه من يمنم يعني أنا آلولي بس ما يمنم تأكيد منها لكن أنا عندي ياهل اللي نزل أول مرة على اللي هي عشرين دايئة أو اللي هي فيه إلى أربع دايئة مقدمة بس اللي هي فعليا ستة عشر دايئة المهم لما أنت اتصلت فيه خلينا نحط هذا مشان الناس ما تزيغ نظر لما حكيت معه على أن القرآن مخلوق وقال لك أن هذا القرآن اللفظي هذا محدث الله أحدث هو الغريب هذا الله سبحانه وتعالى كيف كيف يتجيد أنه الله أخذاه هذا من شفس كل شي قال له إيش هذا القرآن اللفظي محدث قال له يعني تقصد مخلوق قال له الله أعدثك قال له يعني مخلوق مو ما بعده قال له أشه فرق بين مخلوق وحادث إلا ابنتين أتديه طبعا هو نزل جديد على قناته أنه لا في فرق ورح أجلب لك كلام البخاري وإسحاق بالرهوي والبخاري قاله في فرق بين المحدث والمخلوق أن المحدث ما حدث الله بنفسه والمخلوق ما خلق الله خارج ذاته أتحدى هذه سنأتي عليها المهم فهو قال له الشيخ سعيد أنه هذا يستحيل أنه يكون أن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يتحدى العرب بصفة من صفاته بكلامه صفاته القديمة كما لو أنه تحدىهم بصفة قدرته أنه أتحدىكم أن تكون لكم قدرة مثل قدرته تحدىهم بشيء هو أحدثه من الحروف والألفاظ وأنتم أيضا هذا كلامكم أيضا تحدثوه من نفسه هذه ألف لام كل هذه حروف الألفاظ هاتوا لأشوف بهذه الحروف الألفاظ التي أنا أحدثته هذا هو الكلام فالمهم نرجع إلى قضية أصل الكلام أن هنا هؤلاء المحدثون هم سفيان السوري وشيم بن بشير وشعب والآن سأتي عن البخاري ومسف كلهم أخرجوا لاحظ عبدال ابن المبارك لاحظ أو هذا عبدالله قال في ترجمة محمد ابن إبراهيم هو الذي يروي عنه ابن المبارك فيصحف اسمه لاحظ مسلم ابن إبراهيم بدلا ما يقول محمد ابن إبراهيم يقول عنه مسلم إبراهيم وابن المبارك عبدالله ابن المبارك أيضا هنا سفيان ابن عيية روى مالك عن عبد الرحمن لاحظ ابن عبدالله بيلك فروى الحديث هذا نفسه رواه سفيان ابن عيين فسماه عبدالله ابن عبدالرحمن ابن أبي صعصع بينما وإيش اسمه عبدالرحمن ابن عبدالله هذا عبدالله ابن عبدالرحمن هو أصله عبدالرحمن يعني قلبه لاحظ فقط طأه الشافع وفي ذلك وصوب رواية مالك اللي هو انه اسمه عبدالرحمن ابن عبدالله ابن أبي صعصع لاحظ هذا خطأ لما عبدالله مبارك وفي هون يزيد ابن هارون أيضا بيقلك انه روا يزيد هذا ابن هارون عن موسى ابن مسلم لاحظ بيقلك ايش فروى ابو عبيد الاجرري عن ابو داود انه يزيد اخطأ فيه يزيد ابن هارون اخطأ والصواب رواية ابي عاصم انه هذا عن صالح ابن مسلم ابن رومان مش موسى ابن مسلم ابن رومان هذي كل اسماء شيوخ يعني يزيد ابن هارون هات لنجيب لك يزيد ابن هارون هذا وضعه كمان في الحفاظ هذا مش يعني واحد سهل يزيد ابن هارون لاحظ هذه يزيد ابن هارون هاي العدالي لاحظ ما رأيت احفظ منه اخذ الواحد المختص بفنه لاحظ ثقة كثير ثقة ثبت ثقة ثبت ثقة كثير الحديث لاحظ حافظ متقن ثبت كان ممن يحفظ حديثه ما رأيت اتقن احفظ منه ما رأيت له كتاب ولا حديث الا حفظ لاحظ لا لا يسأل عن مثله اذا مختص بهذا الامر ومع ذلك بيقولك لا هذا لما روى عن هذا شيخه سمى موسى ابن مسلم ابن رومان بينما هو صالح ابن مسلم ابن رومان ايضا هنا خطأ ثاني حمد ابن اسامة ايضا هذا خطأ هنا مين بدك ابو داود لاحظ او وكيع بيقولك وكيع حدث عن هذا داود ابن سوار وصوابه سوار ابن داود الا بالاسم يعني لاحظ وروا وكيع عن ابي مكين نوح ابن ربيعة هو فقال ابو مكين ابن ابان ووهمه ابو زرع يعني هو المفروض يسميه ابو مكين نوح ابن ربيعة فقال لا ابو مكين ابن ابان وكيع ايضا روا عن ابي منبه عمر فسماه عمر ابن المنبه يعني هو اسمه عمر ابن مزبد لكن سماه عمر ابن المنبه هو اسمه ابو المنبه عمر ابن مزبد ايش هلأ بدكت تقوله له هدول الوكيع وكذا يحيى ابن حسان التنيسي عن روا عن رباح ابن الوليد ابن يزيد فسماه الوليد ابن رباح هو اسمه رباح ابن الوليد فسماه الوليد فخطأه في ذلك مروان ابن محمد التاطي البخاري سمع من علي ابن حفص المروزي وكذا سماه في التاريخ الكبير وقد وهمه ابو زرعة فقال انما هو علي ابن الحسن ابن نشيط ليس علي ابن حفص المروزي هذا ايضا سمع منه البخاري شيخ الصنعة فهذه امثلة تكفي لاثبات المسألة وقد ذكر الحافظ ابن الرجب امثلة اخرى لم نشأ نقلها تخفيفا على القارئ ايش تقول لهؤلاء لحظة ايش تقول لهم لحظة تفضل تفضل لشوف ايش اللون اللون لهدول اللون تفضل يلا لشوفك يلا يزي في يوم يزي في يوم تفضل الذي يشترط عليك شروطا يرجيزك بطبرز طرعا هيا اهدناك فيها نحنا وبينا لك السائل انه انت هبتقول على الخطأ ايه المام حتى نختم هذه الحلقة حتى نختم هذه الحلقة بيضا بي عشك يفضل السلفين ما عندهم سانين هذا الله ايه الذي يشترط عليك شروطا مستعب هذا مبالو يصور يوتيوب ايه ليس هذا بي عشك فدرجي ايه ايه بدك تقوله لشعبة ولا سفيان السوري ولا البخاري ولا مسلم الآن سيأتيك ولله شيء مشير و هؤلاء بيقول لهم ليس هذا بيعشك فدرجي لانه انت عبتقول له هذا الكلام لانه اخطأ باسم الدهني بدال ما يقول الدهني قال الزهري وبدال ما يقول الجاي وانت طبعا بتخطئه هو هو يقول الجاي انت لا الجاي انت عبتخطئ انت عبتصح عاملو عبتخطئ الاكتر ولما ايضا صعاح له هذا إبراهيم لحظة أشوف بس أسمعكم لاحظ اسمه الكجي بفتح الكاف قال أنباني أبو مسلم الكجي أبو مسلم الكجي هو اسمه الكجي اسمه الكجي بتعرفش اسمه لحظة اسمه إبراهيم بن عبد الله نسبته الكجي نعم وإن قلنا أنه هذه مضبوطة في تاج العروس للزبيدي ضبطوها بالمطابعين ضبطوها بالضم مثل ما الشغل في القادر الكجي لكنها لما ترجع لكتب الأنساء التي كتبها الأشاعر السمعاني والسيوطي وابن الأثير كما في المرة الماضية كلهم هدول يضبطوها هكذا بس هذا اسمه إبراهيم بن عبد الله هو اسمه إبراهيم نسبه إبراهيم بن عبد الله بن مسلم هذا اسم نسب اللي هو اسمه واسم أجداده يعني هذا اسم آباء واجداده هذا النسب إبراهيم بن عبد الله بن مسلم هذا ابن كش هذا كله نسب الآن البصري الكجي الكشي هذه نسبة الآن إبراهيم هذا اسم الآن أبو مسلم هذا كنيا ولو فرضنا هذا لقب تقي الدين أو شمس الدين أو بتصير هذا لقب له فأنت عم تخلط شعبان في رمضان هو ما اسم الكجي ولا الكجي ولا الكجي هو اسم إبراهيم ونسبه إبراهيم نسبه يعني هو إبراهيم ابن عبد الله ابن مسلم ابن ماعز هذا نسبه ونسبته البصري الكجي البصري نسبة إلى الكجي نسبة إلى الكجي اللي هو الجس لما قال كان يبني بيتا قالوا هاتوا الكجي هاتوا الكجي فصار اسم الكجي الكجي هذا اسم جده يعني نسبة إلى جدي ففي فرق بين الاسم واللقب والكنية والنسبة وأنت تخلط شعبان في رمضان جي عم بتصحيحه وبتطول وبتأصر ولا حول ولا قوة إلا بالله فالمهم هذا اللي عمال بيأصر هو نفسه اللي عم بيقول إيش ليس هذا بيعشي كفدروجي وما بعرف إيش الله نستعب عنك الكتابة لست منها ولكن الكتابة لست منها فأذهب ليس هذا بيعشي كفدروجي هذا بدك تقوله بقى مثما أنك للحفاظ الكبار هدول لأنه ليش أنه هدول عم يخطؤوا بأسماء شيوخهم هذا زلمة وين بينه بين الدهني فيافي وقفار أما هذا شيخه شعباء لاحظ هنا أرجع لك يا هاي عد لك يا هاي إسمه هاي أوهام الحفاظ ذكر طائفة من الحفاظ لاحظ البخاري هذا يسمع من علي بن حفاظ لاحظ وسما إيش اسمه سما علي بن حفاظ بينما وعلي بن الحسن بن نشيط وكي أخطأ في أسماء شيوخي عبد الله بن مبارك أخطأ يزيد بن هارون أخطأ السوفياء أخطأوا في أسماء شيوخهم الشعباء يقول لك الإمام أحمد كان غلطوا شعباء في أسماء الجهد أخي هؤلاء إيش كمان قال له لحظة هؤلاء لو كان لو كنت أنت تعرف حديث كنت أنت ما كنت هيك رويته في اللحظة شو سلم الكجي سلم الكجي هو اسمه الكجي اسمه الكجي بفتح الكاف لو كان من من قرأ الإسانين على شووخه لتعلم من هو أبو مسم الكجي لو كان هذا فعلا يا أخي شعباء لو كان فعلا قرأ على على هذا مثلا على هذا خالد بن علقمة لو كان فعلا قرأ عليه إيه لسماه لسماه لاحظ سماه باسمه فغلط في اسمه فقال مالك بن عرفطة يعني هو أصلا اسمه خالد بن علقمة فسماه مالك بن عرفطة لاحظ إذن هذا شعباء كذاب بناء على كلامك لو كان هذا فعلا يقول عن الشيخ عبد القادر هذا ابن الشمس لو كان فعلا هذا كل غيرته حرقته كل هذا النار اللي عبر تشكل فيه لأنه إيه شعب يروي بأسانيده من الشيخ عبد القادر منه إلى رسول الله بالسند المتصد من شيوخه وأولئي أغلبهم في الأسانيد أشاعره وما تريدي وأصوفي وهذا فعلا حقيقة فعب يروح يجب له خطأ منه وكل هدي عب يخطأ فيها تسعين بالمئة أصلا هو عب يخطأ بشأن بيقول لك طبر ذذ هو طبر ذذ بيقول لك إيش اسمه الجاي أول جاي بيقول لك هذا إيش اسمه اسمه الكجي وهو اسمه إبراهيم ولقى وهذا الكجي هذا نسبة له ومع ذلك لا أص Beyond فعب يقول لك فلهو ี้ مفروض ما بالك لو كان مسلا عبي يسمي اسم شيخ يعني شيخو عبي يسميه غلط مثلا هو الشيخ عبد القادر يروح يعني الشيخ من الشيخ علي جمعة مثلا بدل من يسميه الشيخ علي جمعة يسميه مثلا أحمد جمعة بيقول لك سوف هذا يزعم أن أبيرو يعني الشيخ علي لا يعرف اسمه يعني يعني هؤون مثلا هذا ما بالك لو الشيخ عبد القادر قال مثلا حدثنا الشيخ عبد الجمعة وقال أحمد جمعة أو علي خميس مثلا نسمى شيخه اسم شيخه ومانو حفظانه كنت يا سلام بتعمل علي هذه بتتنابذ بالألقاب أكثر وأكثر طبعا لا هو مسميه ابن شمس مسميه الشيخ عبد القادر التبرزة طبعا تنابذ بالألقاب ولا تنابذ بالأقاب طبعا لا لك سئل على الآية ولا يسخر قوم القادمة لا لك سئل على الآية الأشاعر على الآية ليس عندهم مصدر القرآن والسنة ليس مصدر مصادر التشريع أو العقيدة كنت عندك مصدر هذا عندك مصدر كنت تسخر وتنابذ بالألقاب وإلى آخر المهم فتصور ان الشيخ عبد القادر سمى شيخه وعلي جمعة أخطأ في تسويته هذا الواقع هون هذول كله الأمثلة عن ناس أخطأوا في أسماء شيخهم بدل ما يسميه خالد بن علقمة سمى مالك بن عرفطة بدل هذا روا عن عبد الله بن يزيد لاحظ فخطأوا الحفاظ في اسم الشيخي فقالوا هو سلم بن عبد الرحمن المهم يعني ما رح نرجع نعيد الكلام وأن هذا سفيان السوري أيضا خطأ أخطأ في عبيد بن نصطاص فسمى عبيد بن نصطاص وإنما هو عثيم بن نصطاص وهكذا هو شيم هذا ابن بشيء وهذا سفيان بن عينيه كلهم وهذول من كبار الحفاظ وأخطأوا في اسماء شيخهم جاي عبتقلي بقى بتأطولوا بتأصروا بتقلي قول جاي هذا ياريتوا عبي صحي خلق عبي صحي خطأ عبي صحي صحي صح وفيها المحدثين هاي اللي أشرت إليها قبل قليل بس قالكم كان مهم وهذا مثلا هذا نفس هذا كتاب علم طبقات المحدثين لاحظوا أنا بس بقلكم أنه يعني أذكر لكم هذا بعض أنواع بيقلك الخلط بين الرواة أنه حدث خلط بين الرواة المتفقة اسمائهم وأنسابهم مثلا بيقلك لاحظ أنه هوني ابن أبي حاتم قال أنه ترجم لبكار هذا ابن عبد الله ابن بسر لاحظ وذكره الحافظ ابن حجر فزعم أنه جد أن هذا بكار يكون هو جد أحمد بن عبد الله أحمد بن عبد الرحمن ابن بكار بيقلك وقلده الشيخ المعلمي وبعدين بيروح بيبطل بيقلك لا هذا الكلام غير صحيح بيقلك أحمد بن عبد الرحمن ابن بكار سميع ابن الوليد ابن مسلم ومروان وهذا يبطل قول ابن حجر اللي قلده فيه المعلمي اللي قالوا عنه يا طيف هذا المعلمي هذا كمان يبالغوا فيه بس لأنه رد على الكوسر بيقلك هذا يبطل قول الحافظ ابن حجر ومن قلده المعلمي ليش؟ لأنه لا يعقل أن يكون الحفيد أعلى طبقة وأقدم سماعا ووفاة من الجد لأنه هذا أصلا الحفيد يروي عن هذا الوليد ابن مسلم اللي هي أعلى طبقة وأقدم سماعا ووفاة من الجد كيف هو هذا يروي عن ناس يعني ما ماتت قبل جده أو كذا فأحمد لاحظ ليس حفيدة بكار هذا الخلاصة هنا أيضا هنا بيذكر أيضا أنه يروي هذا عن عبد الله ابن عياش عن أبيه فصحفه ومحققه فجعله عبد الله ابن عباس لاحظ أنا سأتيك هلا ما أتيك على دول المحققين الآن أتيك على الكبار مثلا مسلم يقول لك من الأخطاء تخليط في أسماء الشيوخ في الشيوخ الراوي عفوا أنه مثلا الإمام مسلم بيقول لك أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بيقول لك سمع شريكا وهو شيما مسلم يقول عن أحمد بن حجاج تلميذ البخاري يقول أنه أحمد سمع شريكا بيقول لك لا العجيب ما سمع من شريك بيقول لك بالعكس يروي أحمد مرارا عن رجل عن شريك إذن شريك ليس شيخا لأحمد والعجيب بيقول لك من الإمام مسلم كيف وقع في مثل هذا الوهم مع أنه سمع أحمد مرارا يحدث عن رجل عن شريك يعني الإمام مسلم يعرف أنه أحمد يحدث عن شريك بواسطة ويذكر هنا أيضا أخطاء أخرى كما ترون لاحظ أنه مسلم يقول أنه هذا أبو عبد الله محمد بن التوكل سمع الوليد ابن مسلم وسعيد ابن بشير قلت هذا صاحب الكتاب سعيد ابن بشير من شيخ الوليد ابن مسلم فجمعهما معا أو فجمعهما معا لا يستقيم ولم يدركه ابن مسري يعني بيقول لك هاد سعيد هاد شيخه للوليد فكيف سمع هذا محمد ابن التوكل من الوليد وشيخه يعني أنه هذا ليس صحيح لاحظ هون كمان بيذكر خطأ لحمز السامي ويقول لك هذا تخليط عجيب أنا بس بدي أجيب لك على الكبار الكبار لاحظ بيقول لك هون أيضا هنا لاحظ بيقول لك مثلا هنا جعل الراوي رجلين أو أكثر لاحظ هنا بيقول لك رقم اثنين هذا حدثة للبخاري لاحظ بيقول لك وهذا خطأ يكثر عند المصنفين حتى إن الإمام البخاري وقع فيه مرارا فصنف أبو بكر الخطيب موضح أوهام الجمع والتفريق متتبعا ما وقع له من ذلك غير أن عذر الإمام البخاري واضح لاحظ بيروح بيعتزر له لعنى ليش قال بيقول لك لأنه ذكر في تاريخي هذا التاريخ الكبير نيفا وثمانية عشر ألف رجل لاحظ فربما أنه خفي أمره على المصنف فظنه رجلين ورغم صعوبة فرز المعلومات الكثيرة متضربة أحيانا أنه ذكر أكثر من إيش ثمانية عشر ألف رجل أكثر من نصفهم في عداد المجهولين وإنما عرفهم بخاري برواياتهم فإذا كان الراوي مقلا وروا عنه اثنان فسماه أحدهما فسماه أحدهما وكناه الآخر أو اختلفا في تسبيع فربما خفي أمره على المصنف فظنه رجلين يقول لك هذا السبب ليش كان يعيده ويسمي الواحد يسميه مرتين أو يذكره مرتين ويفرق بيناتهم مع أنه يكون رجل واحد أيضا لاحظ هون بيقول لك أيضا هون الإمام أحمد مثلا لاحظ هون بيذكر لك أنه أيضا بعض الأوهم هنا أظن يقول لك فعده في فهرس الكتاب أربعة الرجال هذا شخص واحد لاحظ كان بسبتة هذا المحدث أبو عبد الله محمد لاحظ وعوة المسان الأصل وقد روى عنه التجيبي 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 مرارا في فهرسته فتارة ينسبه يعني هذا التجيبي هذا يروي عن هذا محمد بن عمد هذا الخضاء في فهرسته هذا له فهرس أو برنامج ثبت في مشايخه هذا التجيبي يروي عن هذا محمد الخضاء فتارة ينسبه وتارة يختصر نسبه فخفي أمره على محقق برنامج التجيبي فعده في الكتاب أربعة رجال لاحظ أيضا هذا رجاء السندي لاحظ ترجمه المزي في تهزيب الكمال فذكر محققه الدكتور بشار عواد تمييزا رجلا آخر يدعى رجاء ابن السندي لاحظ هو المترجم نفسه أنه بشار عواد ذكر أنه في واحد تاني اسمه رجاء لكن يعني ابن السندي لا هو نفسه لاحظ أبو حاتم الرازي يقول لك أيضا أنه ذكى زعمة أبو حاتم الرازي زعمة أن عمر أبو حارس أبو حاتم الرازي 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 من ذكرها بنعوت متعددة أفراد العلم الأسماء والكنع الألقاب المؤترف والمختلف المتفق والمفترق تلخيص المتشابه المشتبه المقلوب كل هذه كلها كل واحد فن وألف فيها كتب وهذه واحدة ما يكون كلام هيك شيء اسمها يعني على عواهينه لا بجيب لك أنا نبذي من هذه الكتب طبعا طبعا هنا هذه قبل قليل لنا هذه قليل تبرزت ومصر أنه لا تبرزت لاحظ هذه سنأتي عليها مرة ثانية لأنه لسا في عنا هيك شيء اسمها لاحظ بيقول لك هذا هون هذا هون يتكلم أفراد العلم مثل ما فهمناك يعنيك لما أنت خلطت بين الأشيء اسمها بأسماء العلم ما عرفت هاد من هداك أنه إيش الفرق بين العلم وبين النسبة جبنا لك أنه ماذا قال أبو مالك الأشعر في ألفيته في النحو كل مجايرة واسما أتى وكنية ولقب وأخرا ذاء سواه صاحبه لا يقول أنه وضع لبعض أجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عم من ذاك أم عريط للعقرب وكذا سعالة للسعلة بي ومثل وبرة للمبرة كذا فجاري علما للفجر عذر الله طيب فلاحظ أيضا هنا 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 بقى أفراد العلم كمان هون إيش هذه كمان هذه فنون وأنه ألف فيها لاحظ أنه الجرح والتعديل من أبي حاتم والأكمال لابن ماكولا ولحظ والبرديجي أيضا له فيها مصنف لاحظ وبيذكر هنا أيضا بإلك لاحظ بإلك والحق أن هذا فن يصعب الحكم فيه لاحظ لاحظ والحاكم فيه على خطر من الخطأ والانتقاد فإنه حصر في باب واسع شديد لاحظ قد قلده الحافظ بن صلاح وغيره في بعض أوهامه فإنه ذكر في الأسماء والكنة في ذلك طائف رتب على حروف المعجب كل كل هذا يعني لحظ بعدين بيجيب لك بقى إيش بقى الأسماء والكنة وعنى بالأسماء والكنة وقد قسم الشيخ يعني ابن صلاح ذالي تسعين أو عشر قسم لحظ ثم كنة الألقاب والتعددي لاحظ بيذكر لك بقى هنا الكنة والألقاب ولحظ لاحظ هنا بيجيب لك بقى أنا لحظ هنا المصنفات في هذه الكنة والألقاب لحظ وليحياء بن معين وعلي بن مديني وفلان لحظ ابن الجرود والدولابي لحظ والصيرة والصيرفيني وأبي أحمد الحاكم بيقول لك فيه تصانيف لهم فيها تصانيف لحظ قال ابن لحظ ولبن عبدالبر في أنواع منه كتب لطيفة كل هذه أسانيد لحظ وذهب رتب كتاب الحاكم مجردا عن المتون وسماه المعتنى في سرد الكنة لحظ وجد كتابه في أربعة عشر سفرا لحظ وقسم الشيخ ابن الصلاح هذا النوع النوع الكنة والألقاب والأسماء إلى عشرة تسع أنواع من الأقسام نظرا إلى ما ذكره في النوع الخمسين أو عشرة أقسام لاحظ هنا يعني لاحظ القسم الأول من اسمه كنيته من فردة نحو أبي بلال لاحظ أنه فليس له اسم أبو بلال هو اسمي وكنياتي واحد ومنه كمان قالوا أبو هريرة أو أبو بكر ذو الصديق وكذا ولحظ وبعدين يذكر لك أنه لا في منهم من مسام فقيرة اسمه حبيب وكذا وكذا لاحظ وكذا من أمست هذا القسم أبو بكر بن عياش أيضا أنه ليس لي اسم غيره أو لاحظ ولذا لما سألهم المهم هنا أعطيكم على الفن الثاني بإلاك لاحظ هنا الفن الثاني هذا المؤتلف والمختلف أنه مثل نحو سلام المؤتلف والمختلف في سلام وفي سلام لاحظ نحو سلام كله فثقلي لا ابن سلام الحبر المعتزلي كل ابن سلام فثقل إلا ابن سلام هذا المعتزلي لاحظ والسلمي والسلمي لاحظ افتح في الأنصار ومن يكسر لامه كأصله لحن لاحظ والسلمي لاحظ مثلا وضم حكيما في ابن عبد الله كذا حبان ابن منقذ حبان حبان وحيان وكذا هذه كلها مؤتلف ومختلف يعني أنه يحدث فيها الغلط والتصانيف فيها كثيرة فصلنا في أبو أحمد العسكري كتابان أحدهما في مشتبه الأسماء والآخر في مشتبه الأنساب كل كل هذه لاحظة وجمعه مع زيادات الأمير ابن ماكولا لاحظ لاحظ وهو في مجلدين لاحظ وأيضا أبو بكر بن نقطة زيل عليه وكذا زيل على ابن نقطة العلاء بن العلاء بن العلاء مغلطاي لاحظ وهنا أيضا يقول لك هذه على قسمين قسم مثلا لاحظ قسم كأسيد وأسيد لاحظ أو حبان وحبان وحيان لاحظ هذا كلها مؤتلف ومختلف بده ضبط ومثل هذه سلام أنه كلها بالتسقيل إلا ابن سلام هذا المعتزلي بالتخفيف هذا كل هذه أنواع علوم شوف العلماء فرغوا منها وكتبوها وانت وين سجد لسا ما كان أجداد ابن عبدوهاب بسا ما كانوا جاءوا لاحظ مع أنه هو أصلا ابن عبدوهاب يعني أنا ما بسي نغلط في أبيه وأبوه حنبلي أخوه حنبلي عمه وجده هذا صاحب صحب الوابي سبق وأريتكم في كتاب صحب الوابي هذا ابن حميد جاب حتى أبوه لابن عبدوهاب أنه كان حنبلي وكبار وقال حتى هو تبرأ منه لا بعدين رد عليه وكذا إلىه سليمان أيضا أخوه لابن عبدوهاب أيضا تكلم فيه ورد عليه وكذا وحاول أن يقتله هذا أخوه هذا محمد عبدوهاب بعدين يجيك عندك فنتاني المتفق والمفترق لاحظ ولهم المتفق والمفترق ما لفظه وخطه متفق وأحمد بن جعفر وجده حمدان هؤلاء أربع لاحظ عندك مثلا أم효 لكن هذا المتفق المفترق حسب ما يكون نفس اسم مثلا أحمد بن الخليل بن أحمد الفراهيدي الخليل بن أحمد لكن الخليل بن أحمد هذا ستة لكن المسمياته اللحظ ما هي نحو ابن أحمد الخليل الخليل بن أحمد ستة وآحمد بن جعفر وجده حمدان هؤلاء أربع أربعة من الرجال اسمهم أحمد بن جعفر بن حمدان أرى ستة اسمه الخليل ابن أحمد لحظة أبو بكر بن عياش ثلاثة صالح أربعة كلهم ابن أبي صالح صالح من أبي صالح أربعة كيف بدك تعرفها هذه ألفوا فيها كتب لحظة متفق ومفترق ناوع جليل يعظموا بها الانتفاع صنى فيه الخطيب الخطيب كتابا أشعاري أيضا من أصحاب الحديث أيضا لأن أصحاب الحديث أيضا منهم أيضا منهم كثير أشاعر الخليل الميقي وابن الصلاح والنووي وبن حجر وهذا الخطيب البغدادي وعد ما تشاء لاحظوا أنه ما هو المتفق المفترق أنه تتفق أسماء وأسماء أبائهم مثل خالد بن وليدة سنان واحد من الصحابة سنان في الصحابة واحد اللي هو سيف الله المسلول خالد بن وليده في واحد ثاني لكن قالوا لا الصحيح هذا الثاني أنه هو تابع خليل بن أحمد ستي أيضا هذه كلها أيضا ذكروها لاحظوا في عندك أيضا تلخيص المتشابه هذا النوع التالي نوع آخر لهم قسما من النوعين مركبا متفق اللفظيني إيش هذا أسطو هذا؟ بيقلك أيضا للخطيب أيضا له كتاب صنف فيه الحافظ الخطيب كتابا جليلا أنت لسا كنت كانت لسا أجداد أجداد أجدادك ممنح كان لأجداد أجداد أبن عبدوهاب لأنه كما قلنا أجداده كانوا صالحين لاحظ فهذا أيضا قسمين القسم الأول الاتفاق في الاسم والاختلاف في الأب نحو مثلا موسى بن علي بفتح هذا العين موسى بن علي لاحظ علي مكبر وابن علي مصغر لاحظ أنه هذول اتنين هذول هذا اسمه تلخيص المتشابه موسى بن علي لموسى بن علي لاحظ يقول لك هذول مثلا اتنين فالأول جماعة منهم من اسم جده عبد الله ويكن أبا عيسى الختلي لاحظ روح بقى بجيب لك طبعا أنا عبد أذكركم لأن الأمور أقرأ بسرعة يعني ما ضروري يكون أنا لكن يعني أدقق في كل قسم وكذا وممكن تحصل لأوام لكن هذا قسم الثاني لاحظ القسم الثاني من تلخص متشابه أنه ضد الأول الأول أنه ما حصل الاتفاق فيه في الاسم والاختلاف في الأب مثلا موسى لكن واحد اسمه ابن علي واحد اسمه ابن علي مثلا هون لا العكس أنه مثلا ما حصل الاختلاف فيه في الاسم والاتفاق في الأب مثلا عباس بالموحدة والمهملة وعياش عباس عياش كل منهما ابن الوليد عباس ابن الوليد وعياش ابن الوليد كيف نفرق بيناتهم فبيقول لك الأول جماعة منهم هذا اللي هو إيش اللي سيزكره هون وبيروح بيسكر لك قسم الثالث ما حصل اتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف نطقا كمحمد بن عبد الله لاحظ المخرمي اثنان واحد بيضم مخرمي لاحظ بيضم الميم وفتح القاء وقسر الراء وواحد مخرمي اثنين اسمهم محمد بن عبد الله مخرمي والتاني مخرمي فكلها هذي بيسكر لك فيها تصانيف وانت ايش دخلك بهذه النعميكة هاي جاي عم تحكي بيقولك لو كان بيعرف قرأ الاسم هو كان الرجل كان عم يقرأ كيس ناد بالتبرك في هذا المسلسل يوم العيد فقرأه هكذا وإلا تحتاج ضبط ترجع إلى السادة الأشاعر والذين ضبطوا كل هذه العلوم والفنون والمتفق والمفترق والمختلف والمختلف واسماء الرواة والقاب واسماء لاحظ لاحظ هنا ضبطوا فعلا علم الحديث مفخر هذا كنت لا هو هذا ابن شفس بيقولك حق لأهل المسلمين أن يفتخروا بعلم الحديث اي بس يفتخروا مين هذا اللي قام في يد علم الحديث أنت إمت فيه لاحظ كل هذه معرفته للصحابة والتابعين هذه كلها أنواع من علم الحديث غير هذه روايته لاحظ صفة رواية الحديث وآداب الحديث أنت أبتقول لو كان يروي الحديث كان عرف لا ليس بالضرورة لأنه هذه كلها فنون هذه وكل فن مؤلف فيها كتب كتاب لو كان يعرف أنبانا أبو عاصم لو كان يعرف لو كان قرأ الحديث عن المشايخ عمر عمر كب النجيد السلمي قال أنبانا أبو مسلم الكجي أبو مسلم الكجي هو اسمه الكجي اسمه الكجي بفتح اسمه إبراهيم الكجي هذا نسبه لو كان ممن قرأ الإسانين على شيوخه لتعلم من هو أبو مسلم الكجي قال وفي هذا القدر الكفاية والحمد لله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر